السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلميذ السنة الأولى متوسطة لحتى أولياء تلميذ لهم يشاهدوا فينا معكم الأستاذ ياسمين وأبنائي وبناتي إن شاء الله رح نكملوا الفيديوهات اللي بديناهم تحت توزيع السنوي لعدة مواد والفيديو تحت نهار اليوم رح يكون التوزيع السنوي لمدة اللغة العربية قلنا لسنة الأولى متوسط للعام دراسي الجديد إذن يلا أبنائي مليح أن التلميذ يعرفوا شوي السنة فيه في الفصل الأول الثاني والثالث هكذا بش يعرفوا شنوما الدروس اللي يطيحوا في الفرد ما هي الدروس التي تدخل في الاختبار وكذلك يعرفوا شنوما التعبير الكتابية اللي راهم يسنوا فيه إذن يلا أبنائي بدون إطالة نبدأ الوحدة الأولى اللي رح نهضروا فيها على الحياة العائلية مع أن تلا هنا الأستاذة رح تقولنا تعبير كتابي حول مثلا الأم الأب الدورة على الأسرة إلى غير ذلك نفهم إذن الحياة العائلية هو المقطع الأول إذن عندنا بعض من النصوص اللي نحن نقرأوها مثلا ابنتي أم السعد في كوخ العجوزة رحمة رسالة إلى ولدي أنا وابنتي أبي إلى غير ذلك من النصوص اللي يلازم على التلميذ قبل ما يروح للأستاذ ولا الأستاذ يقرأها في البيت يوجد الأسئلة باش هكذا يكون محذر يلا هذي بالنسبة إلا قلنا دراسة النص ولا القراءة يلا هنشوفوش عندي كدرس في هذه الوحدة إذن نحن نقرأو الضمير وأنواعه نحن نشوفو باللي عندنا ضمائر متصلة ضمائر منفصلة ومستنة ضمائر متصلة معتها كما نقول ابنته معتها لها يسمى ضمير متصلة أو لاسق مثلا الضمائر اللي نعرفها المخاطب هو أنت أنت إلى غير ذلك هي ضمائر منفصلة معتها جاية وحدها إلى غير ذلك نحن نشوفوه كدرس عندنا كذلك الفعل ودلالته الزمنية معتها عندنا أفعال في الماضي أفعال في المضالع المستقبل للأمر إلى غير ذلك عندنا النعت الحقيقية تلاحظوا باللي في الابتداء كنا نعيط لها صفة في المتوسط نولو نعيط لها النعت هي نفسها الصفة أسمى عفوا ما نروحوش اللي هنا نكملو في ميدان الانتاج الكتابي وشو معتها انتاج كتابي معتها تعابير وشو حيطلب منا الأستاذ تصميم نص سردي نحن نقرأ وشو معتها النص السردي معتها أنا السرد معتها نحكي حكاية تقنية تحرير المقدمة معتها مازالنا في السنة الأولى يبدأ الأستاذ يعلمنا كيفاش نديروه مقدمة جيدة فهم إذن هذا بالنسبة قلنا إلى دروس الوحدة الأولى اللي كانت الحياة العائلية بعدها نروحو إلى الوحدة التانية اللي هي حب الوطن إذن نفس الشي راح يطلب من الأستاذ تعبير عن حب الوطن ولا كيف نحافظ على الوطن ولا الشهداء كيف ضحوا على الوطن إلى غير ذلك يلا النصص تعنا عندنا ثق أيها الوطن حب الوطن في داء الجزائر إلى غير ذلك الدروس أسماء الإشارة نحن نشوفوا ما هي أسماء الإشارة وكيف نستخرج أسماء الإشارة والإسم الموصول لازم تلميدي في الرقم بين إسم الإشارة أشير إليه هذا هذه إلى غير ذلك والأسماء الموصولة هي الذي لتاني إلى غير ذلك عنا في الإنتاج الكتابي أن نمط الوصفي معناتها سوف أصف مثلا وصفه الجمال تعالي الوطن تعلم إلى غير ذلك التدرب على تقنية الوصف معناتها التلميذ لازم عليه يعرف كيف يوصف جيدا إذن والدرس الأخير في هذه الوحدة هو الفاعل معناتها لازم نعرف كيف أستخرج الفاعل وكيف أعاربه نفهم إذن هذه كانت بالنسبة لدروس قلنا حب الوطن هنا الأستاذ يدكمل يقدر يديننا الفرط على الفصل الأول في مادة اللغة العربية يقدر كذلك الأستاذ دوما نقول لكم تبعوا للأستاذ تعاكم إذا قبلها روي قولنا بلي الأستاذ رح ندلكم فرض إن شاء الله معناتها يكون ممشاش كثير في الدروس دوما كل الدروس اللي قرنها ديروا في بالكم بلي تدخل في الفرض لماذا المقرناش طبعا إن شاء الله تروح تل إختبار يلا بالنسبة للمقطع الثالث رح يكون عظماء الإنسانية معتها نهضر على العظماء اللي يخلدهم التاريخ مثلا عندنا لنا الشيخ البشير الإبراهيمي عظمة الرسول عليه الصلاة والسلام جميلة بوحيذر عمر ورسول كسران الرازي إلى غري ذلك ابن لهيتم وكثير الكثير من عظماء الإنسانية معتها اللي يخلوا أثر جيد ولا نافع في الحياة تتانا فهم كذلك معتها التعبير الكتابي رح يهضر على عظماء الإنسانية معتها الأساس قلنا خير واحد وحنا نعبره عليه يلا بالنسبة للدروس تعنا أحي يكون عندي جمع المؤنث السالم عندي جمع التكسير وجمع المذكر السالم هنا دوما كيفاش أحتح في جدول يقول لي استخرج جمع مذكر سالم جمع مؤنث سالم وجمع التكسير أحي نشوفو الدرس كيفاش نفرق بينها بأسهل طريقة الدرس اللي بعده همزة الوصل معنا نشوف كيف تكتب همزة الوصل بالنسبة للإنتاج الكتابي عندنا الوصف المادي والمعنوي مادي معتها كيفاش في يعني ماديا ومعنوي معتها معنويا داخل مفهوم مادي خارجيا ومعنوي معتها داخليا بينسر قلنا إلى عظماء الإنسانية معنا لازم نشوف كيفاش أصفه المسج بين الوصف المادي والمعنوي معنا أصف هذا الشخص ولهذا العظماء الإنسانية اللي خيلته أصفه جيدا إذن تلاحظوا بلي إن شاء الله كي نكملوا المقطع هذا رح يكون عندي اختبار الفصل الأول مفهوم إذن يلا بعد ما كمل الفصل الأول كذلك ننتقل إن شاء الله إلى الفصل الثاني وعندي المقطع الرابع اللي هو الأخلاق والمجتمع ما تهنا نهضروا على الأخلاق ودوروها في المجتمع يلا مثلا عندي آيات من صورة الحجرات اللي احنا قلوها ونفهموا شيء قلنا كذلك احتهضر على الأخلاق الواقيعة أغنية البؤس إلى غير ذلك قلنا من نصص احنا يهمنا واش عندك دروس إذن الدروس عندي همزة القطع تلاحظوا في الفصل الأول نقلوها همزة الوصل الفصل الثاني همزة القطع المبتدأ والخبر كان أهو أخواتها وإنهو أخواتها نفهم هدي بالنسبة للدروس اللي عنا بالنسبة إلى الإنتاج الكتابي راح نقرأوا التلخيص كيف ألخص نص لازم نركز ما بين التلخيص والتقليص إذن في المقرر التعناع عندنا التلخيص أحنا نشوفوه أسهل طريقة لألخص نص مهما كان طويلا إذن التدرب على تقنية التلخيص لنص سردي أو وصفي ولا أي نص كان عندي كذلك أدوات الربط كيف أستخدم أدوات الربط في النص والتعبير التاعي باش يكون جيد يلا الدرس اللي بعده عندي الفعل المبني للمجهول ونائب الفاعل نحنا عارفوا وشنو معنطها فعل المبني للمجهول معنطها ما نعرفش ما نقام بالفعل مثلا كتب الدرس ما نعرفش كون كتب الدرس ما فهم هذا وشنو معنطها الفعل المبني للمجهول ونائب الفاعل وعندنا كذلك المفعول به توظيف أدوات الربط في نص وصفي أو سردي أدوات الربط مثلا وفاعلة إلى غير ذلك من أدوات اللي تخليلي النص التاعي ولا التعبير تاعي متكامل ما فهم إذن اللي هنا تلاحظو باللي إذا كملنا هذا المقطع الأستاذي دينا فرض الفصل الثاني تلاحظو باللي الفصل الثاني قصير جدا مقارنة بالفصل الأول ونفس الشي بالنسبة للفصل الثالث أحيكون قصير على الفصل الأول والثاني إذن يلا بالنسبة كينكملوا الفرض أحنا ندخلوه في المقطع اللي بعده وهو الأعياد يلا وش عندي في الأعياد عندنا الأعياد بالنسبة للنصوص هدية العيد إلى غير ذلك من النصوص أما بالنسبة للدروس أحنشوفوا المفعول المطلق المفعول لأجله التاء بأنواعها معنى التاء المربوطة المفتوحة إلى غير ذلك أحنشوفوا كذلك ما هو الفرق ما بين المفعول لأجله والمفعول المطلق خلاص مفعول به نعرفوه أحنشوفوا شنه هو المفعول المطلق والمفعول لأجله يلا بالنسبة إلى الإنتاج الكتابي عندي المزج بين الوصف والسرد معنى أنتها السرد معنى أنتها نحكي والوصف ما عندها أصف التدرب على توظيف السرد والوصف ما عندها في نفس النص ولتعبير الكتابي لازم يكون عندي وصف وسرد في آن واحد نفهمنا إيه؟ إذا كمنا المقطع تعلق الأعياد رح تكون عندنا طبعا الاختبار تعلق الفصل الثاني اللي حيتحدث عن الأعياد نفهم؟ إن شاء الله كل هذه المقاطع رح ندلكم تعابير كتابية بشي كذا كيتح لكم إن شاء الله سواء في الفرض ولا اختبار تقدروا حتى تدوا إلى علامة كاملة في التعبير ولو ما كانش العلامة كاملة على الأقل تكون علامة جيدة بشي كذا تطلع عنا المعدلتان في اللغة العربية يلا نروح للفصل الثالث يعني بعد ما ندخلوا من العطلان ندخلوا في مقطع الطبيعة نفس الشي مع أنت لازم نعرف نعبر عن الطبيعة يلا النصوص في الغابة بين الريف والمدينة ما أجمل طبيعة إلى غير ذلك بالنسبة إلى الدروس عندي المفعول معه الحال وصاحبها وحفو الألف حنشوفه وقتاش نحفو الألف مفهون مثلا كنقول ابن وقتاش نكتبها ابن وقتاش نكتبها ابن إلى غلي ذلك المفعول معه الحال وصاحبها حنشوفه كيفاش نديرها كدرسي عندنا ما يفيد التوكيد حنشوفه ما معنى التوكيد وطبعا إن شاء الله بما أنه الفصل الثالث قصير رح تكون تم تمعدنا فرض الفصل الثالث في مادة اللغاء العربية وفي غير هذه الدروس إذن بالنسبة إلى المقطع الأخير رح يكون الصحة والرياضة المنصوص طبعا نحن تتحدث عن الصحة والرياضة أهمية التربية الرياضية إذن كرة القدم ركوب الخيل إلى غير ذلك ثم عندي دروس سهلة جدا الألف اللينة في آخر الأفعال وفي آخر الأسماء حنشوف كيف أكتبها في الأفعال وكيف أكتبها في الأسماء علامات الإسم وما يفيد التشبيه والتفاضل حنشوف ما معنى التشبيه وما معنى التفاضل أما بالنسبة إلى الوضعية الإدماجية طبعا رح تكون وضعية إدماجية عن الصحة والرياضة مع أنت نقول كيف تساهم الرياضة في مثلا بناء الصحة ولا مثل الأغذية اللي نتناولوها إلى غير ذلك إذن وفي الأخير اختبار الفصل الثالث اللي إن شاء الله نعاود ونخرجه إلى عطلة الصيف إذن أبنائي بناتي هذا كان بالنسبة إلى برنامج اللغة العربية للسنة الأولى متوسط اللي رح نشوفها إن شاء الله خطوة بخطوة هذا العام وكما نقول لكم كالعادة بالتوفيق إن شاء الله